أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ومضع الميزان ألا تتغر بالميزان وعقيم الوضن بالقص ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العزب والريحان فبأي علاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالخصار وخلق الجن من مالج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشيخين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بينهما بردخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلما المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجمار المنشآت بالبحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى بجه ربكما الجلال والإقرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا بعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شوام من نار ونحاسوا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت غردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنه ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيرخذوا منما صيب الأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب من المجرمون يطوفون بيننا وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن حاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زباة أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكنة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرشهم من السبرق ودن الجمتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خاصرات القرب لم يتبسهن إنس قبله ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جلاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنظاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاجهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مخصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان متكين على ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك للجلال والإكرام ترجمة نانسي قنقر